موسيقى مساء الخير و اهلا بكم مع وصفة جديدة من مطبخي مطبخ رانيا النجار النهاردة هنعمل مع بعض الحوابشي الاسكندراني و كمان هيكون وش بيتا هنحشيه بالصدق والبصر يلا بينا هنشوف هنعمله مع بعض ازاي اول حاجة هنجهز العجيد ده نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات من خول كويس قوي معلقتين كبار حليب بدرة معلقتين كبار زبادي معلقة بيكينج باودر معلقة خميرة جفة معلقة سكر نص معلقة صغيرة ملح و نص كباية مية دافية علشان اختبر الخميرة و كباية حليب هاجن بيها اول حاجة بختبر الخميرة باني بدوب السكر و الخميرة الجفة فنص كباية المية دافية المية لازم تكون دافية متكونش سخنة علشان متموتش الخميرة هندوبهم كويس قوي و هنغطيهم و هنركنهم على جنب حوالي خمس دقيق هجيب بقى دقيق هحط عليه كل المكونات الجفة الملح و البيكينج باودر و كمان الحليب البودرة هقلبهم مع بعض اول ما يمتزجه هنزل على طول بالزبادي و دي الخميرة بعد ما فارد زي ما انتو شايفين هيا شغالة تمام و هبدأ اشغل العجان ممكن كمان نعجن بأدينا مفيش اي مشكلة هنزل بالحليب شوية بشوية علشان كمية السوايل بتتوقف على نوع الدقيق يعني فيه دقيق بيشرب سوايل كتير و فيه دقيق ما بيشربش سوايل كتير نزلت بالحليب شوية بشوية لغاية ما العجين يلم معايا خلاص العجين لم و مش محتاج سوايل تانية هنزل بقى بمعلقتين كبار من الزيت و هشغل العجان تاني هنبدأ نلاحظ ان العجينة بدأت تكون نعمة معنا هنسيبهم يتعجنوا حوالي 8 دقايق علشان نخدم العجين كويس زي ما انتو شايفين بيكون بيلزق شوية و بيمط معانا مش بيتقطع ده معناه ان العجين اتخدم كويس هجيب بولا و هدهنها بالزيت زي ما انتو شايفين العجين اهو مش بيتقطع هحط العجين في البولا و كمان هرش بالزيت و هغطيه بالبلاستي كريب و هركنه على جنب من نص ساعة لساعة لربع لغاية ما يخمر ده بعد ساعة لربع زي ما انتو شايفين العجينة خمرت و حجمها تضاعف هبدأ اطلع منها الهوى بأدية كده باخد العجين بعد ما طلعت منه الهوى هقسمه على ستة اجزاء نحاول نخلي الاجزاء قد بعضها باخد جزء جزء بعمله على شكل كورة لو طلعت معاكي واحدة اكبر من التانية و انت بتكوريها كده هتقدري تشيلي منها قطعة هنسيبها بقى على جنب 10 دقايق ترتاح بس لازم نغطيها علشان وش العجين ما ينشفش ده شكله بعد مرتاح هبدأ هرش دقيق وهبدأ افرد العجين على شكل الغيف بيتفرد معاكي بكل سهولة انا عايزة سمكه حوالي نص سنتي هركنها على جنب علشان ده اللي هغطي بيه وهفرد واحد تاني اللي هحط عليه الحشوة فردتوا نفس السمك هبدأ بقى هجيب باسترمة هشيل منها التون بتاعها وهقطعها قطع صغيرة رصتها فوق الرغيف ده السجوء بلدي ماقطعها حلقات برضو هبدأ اوزعه فوق الباسترمة ممكن نستغنى عن اي حاجة من الحشوة اللي احنا هنحطها يعني الحشوة دي حسب رغبتكم كمان حطيت طماطم متقطع مكعبات ومتصفية من ميتها خالص والبزر كمان وحطيت فلفل رومي ودي قطع جبنة مسلسات بتدي طعم لذيذ جدا زي ما قلتلكم ممكن نستغنى عن اي حاجة من الحشوة دي الحشوة حسب رغبتكم ممكن نكتفي بالباسترمة بس او ممكن نكتفي بالسجوء بس ممكن نكتفي بنوع واحد من الجبن جبت جبنة رومي شلت الطرف بتاعها وبقطعها برضو قطع وفي الاخر شوية جبنة متزرلة هبدأ جيب الرغيف اللي انا كنت فردته في الاول وهبدأ اقفل الاطراف مع بعض انا قربت الكاميرا علشان تشوفه بيتقفل ازاي بجيب الطرف من تحت واطلع بيه على فوق خلاص قفلته كويس قوي علشان ما فيش اي حاجة من الحشوة تطلع برا وهو في الفرن انا جهزت اتنين اهم هعمله بقى وش بيتزا اول واحد على طول رشيت عليه جبنة متزرلة حلقات فلفل رومي وحلقات من الطماطم وشوية جبنة رومي الرغيف الثانية حبيت ان انا ادهنه بصاص الباربيكيو الاول وبعد كده رشيت الجبنة المتزرلة وحلقات الفلفل والطماطم والجبنة الرومي المبشورة ثالث رغيف هعمله سادة من غير وش بيتزا ولا حاجة هجيب معلقتين حليب ومعلقة دبس رومان او معلقة عسل اسمر وهدهم بهم وش الرغيف وهرش شوية حبة البركة وشوية سمسم على فرن سخن درجة حرارته مية وتمانين هبدأ هحطه على الرف اللي تحت حوالي عشر دقايق وبعد كده برفعه على الشبكة علشان ياخد اللون الحلو اللي انتو شايفينه ده هنقطعه مع بعض زي ما انتو شايفين العيش هشي جدا والجبنة ساحت والحشوة استود وبالهنة والشفة يارب الوصفة تكون عجبتكم تحياتي ليكم كنت معاكم من مطبخي راني النجار